مؤشرات التصويت المبكر هل يمكن الاعتماد عليها كمقياس واضح للصندوق الانتخابي؟ هي قبل الحقيقة يعني مؤشرات التصويت المبكر يا سيد مصطفى احنا عندنا استطلاعات الرأي كما تعلم يعني ويمكن انا عايز اكمل على كلام حضرتك لما اشرت انه العالم كله بيتابع الانتخابات الامريكية وبيتابعها لعدة اسباب يعني السبب الاولاني طبعا لانه الولايات المتحدة قوة كبيرة يعني تكاد تكون القطب الاوحد لفترة زمنية طويلة بصرف النظر عن انه العالم بيتغير دلوقتي يعني الحاجة التانية سؤال بس هو غيابها عن المشهد عمل ايه؟ او غياب تأثيرها على المشهد العالمي عمل ايه؟ هي مش غياب هو انسحاب يعني قدر من يعني ايه مش غياب لكن انسحاب بعض الوقت تمام زي ما انت شايف كده التوترات اللي حصلة واليعني بقر الصراع اللي موجودة يمكن تكون هي نفسها يعني احد مسببتها مش بالضرورة يكون غيابها هو السبب ورا هذا الكلام يعني الحاجة التانية انه استطلاعات الرأي زي ما انت شايف كده تقربة بدرجة كبيرة جدا يعني هارس تتقدم بنقطة ترامب يتقدم بنقطة تانية الاتنين يتعادلوا تمام الناس مش قادرة زي ما حالتك تفضلت كده على حسم الامور او تقول انه فيه اتجاه عام رايحة فيه هارس او رايح فيه ترامب الحاجة التالتة انه ايا ما كانت النتيجة وده من وجهة نظرية انه الامريكان حيسجلوا تاريخ جديد ايه التاريخ الجديد لو هارس فازت هتبقى اول سيدة وسيدة ملونة تفوز برئاسة الولايات المتحدة الامريكية الامريكان ما كانش عندهم سيدات على الاطلاق طيب لو ترامب فاز لو ترامب فاز هيبقى عودة لاول مرة لرئيس اسبق والحاجة التانية كان متهما بقضايا جنائية هيصبح القائد الاعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة الامريكية يبقى انت بتسجل نقطة جديدة في تاريخ الولايات المتحدة ايا ما كان الفائز من المرشحين الديمقراطي او الجمهوري لغاية النهاردة لو حاجتك تقول هم ماشيين في انهي اتجاه لحاجتك اشارت اليه الولايات المتأرجحة الولايات المتأرجحة في الغالب هي التي تحسم لانها بتضم اللي بيسموهم غير الملتزمين زي ما احنا عارفين فيه ولايات على طول الديمقراطيين او على طول الجمهوريين طيب السبع ولايات دول ويسكنسون وبنسلفينيا وغيرها وميتشجان والكلام ده كل دي متأرجحة لانها لا تحسم الا في اليوم الاخير فنيجي بقى للاجابة على سؤال حضرتك عشان كمان معدلات الهجرة فيها اكبر طبعا فيه اختلافات كتير فيها عرب وفيها يهود وفيها غيره وبالتالي كل واحد بيحسم المرشح اللي يرغبه بس في اللحظة الاخيرة نيجي بقى للرد على سؤال حضرتك هل المؤشرات كافية؟ لا ما نقدرش نعتبرها كافية لسبب مهم ان الامريكان عندهم حاجة اسمها المزاج العام المزاج العام ده انا عايز رئيس ملون اسمر فييجي اوباما من اصول يعني غير اوروبية اصول افريقية مثلا او غيره والله انا عايز سيدة وده ما بيظهرش الا في اللحظة الاخيرة وفي التصويت الاخير رئيس بايدن صوت في يوم الاثنين الماضي لكن المؤشرات دي كلها مجرد تكهنت ناس بتقول ان او الداخل الامريكي في بعض استطلعات الرأي زي ممكن حداك بتقوله بعض طبعا الصحف الكبيرة والقنوات التلفزيونية الكبيرة بتقول ان يميل المواطن الامريكي العودة لترامب مرة اخرى على اسنوه عارف خلاص تصرفاته عارف فكره عارف شكل ادارته للدولة هتكون زي متخوفين من ادارة كاملة هل هي مختلفة خاصة في بعض القضايا زي الهجرة والصحة والامور الخاصة كتير بالنواحي الاقتصادية كمان يعني عارفين طبعا ان حتى امريكا بتعاني من ازمات اقتصادية كبيرة اشتركوا في القناة